إذا جينا يا شباب وصبايا على 3 أنواع تبعولي الكوفيلانت بوند الكوفيلانت بوند ممكن تكون سينجل سينجل بوند يعني بينهو لتنين أطوم عم يعملوا شيرينج بس لوحدة بوند الفكرة يا شباب وصبايا اللي بدكم تنتبهولها إنه دايماً اللي بيعملوا شيرينج هن الإلكترون which are ampaired يعني إذا أنا عندي فلورين جيت بدي إرسم الليويس دوت سيمبل اللي إله الليويس دوت سيمبل اللي إله هي بهايد الطريقة الإلكترون الفرداوي هول اللونبير ما بيعملوا شيرينج لأنه اللونبير بيكونوا مع بعض حد بعض هني أصلاً ستيبل فهوني عنا نحنا بالفلورين ثلاثة unpaired ثلاثة عفواً لونبير فهول ثلاثة ما بيعملوا شيرينج مين اللي بيعمل شيرينج؟ الإلكترون يلي لحاله بيعمل شيرينج كل بوند هي عبارة عن تو إلكترون إلكترون من أول أليمنت وإلكترون من تاني أليمنت أو تاني أتم فهوني عندكم كل بوند هي عبارة عن تو إلكترون طيب إذا جينا على هولي الاثنان فلورين أتم عم يعملوا شيرينج لتو إلكترون صارت كأنه هيد الفلورين ستيبل باي 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 وهيد الفلورين كمان ستيبل باي 8 2, 4, 6, 8 فهاكي بيكونوا اتنيناتهم فلو اوكترون هلأ هولي بعدين بنحكي عنهم بالتفاصيل أنا هلأ كتير بهمني تعريف إنه الانبارد إلكترون هو يلي انفولفد انبوندينج يعني هو اللي بيخسره أو بربحه أو هو يلي شو بيعمل شيرينج فأنتو دايماً عندكم الفيلنس اللي هو عدد الانبارد إلكترون اللي هن الالكترون فرداوية هو زاته عدد البوند إذا عندك فيلنس واحد بيعمل وحدة بوند إذا عندك فيلنس 2 بيعمل 2 بوند إذا عندك فيلنس 3 بيعمل 3 بوند وإذا عندك فيلنس 4 بيعمل 4 بوند ماكسيموم يعمل 4 بوند رح ناخد إكزامبل إذا عندكم أكسجن الأكسجن الفيلنس إلكترون اللي إليه 6 كم أنبارد إلكترون عنده عنده 2 أنبارد إلكترون لأنه عنده 2 أنبارد إلكترون يعني بتعمل شو؟ بتعمل 2 بوند تمام؟ طيب هناخد إكزامبل عن تلات بوند إذا كان عنها نايتروجين عندها فييلنس إلكترون 5 كم أمبارد إلكترون عندها 3 أمبارد إلكترون يعني الفيلنس إلا هو 3 يعني كم بوند بتعمل 3 بوند لأنه عندها 3 أمبارد إلكترون طيب هلأ إذا جينا إكزامبل أخير اللي هو الكاربون الكاربون هو الوحيد اللي بيعمل أربع بوند لأنه الكاربون عنده إلكترون اللي إله أربعة والفيلونس كمان أربعة فعدد الفيلنس قد عدد البوند فبيعمل أربع بوند هلا إذا جينا على الفرق بين הכal والdatن وانترابل بيكون عام يعمل بس لتوق إلكترون إلكترون من أول هايدروجين وإلكترون من تاني هايدروجين 2 atoms share one pair of إلكترون اللي هنه 2 إلكترون هيدا اسمه 1 pair يعني مقلف من 2 إلكترون فبيكون اسمه single covalent bond إذا جينا هلا على الأكسجن الأكسجن عم تعمل 1 2 3 4 فعم تعمل ل 2 pair أو منقول 4 ampere 4 ampere هنه 4 إلكترون يعني فبيتكون هي double اسمه single و double double when 2 atoms share 2 pair of electron وآخر الشي عنا لتريبل تريبل بيكون 3 pair of electron تريبل يعني 3 عنا 3 pair of electron كل bond أو كل pair هو عبارة عن 2 إلكترون فبيطلع عنا لكان 3 ضرب 2 يعني 6 عنا 1 2 3 4 5 6 فإذا جينا لكان على تريبل bond 2 atoms share 3 pairs of electron بيكون اسمه تريبل bond في شغلة كتير مهمة لازم نعرفها إنه لحتى أقول عنا single أو double أو triple أو لحتى أعرف type of bond بدي أطلع على بس 2 atom كل 2 atom بيعملوا bond معين شو يعني؟ يعني إذا جينا مثلا على موليكيول مثل الماي الموليكيول اللي هي ماي ال-H2O رح إرسم لكم إياها بعدين منتعلم كيف منرسمها ومناخد عنا تفاصيل ال-H2O عندكم أكسجين عنده هون 6 valence electron فبتعمل 2 bond بتعمل bond مع هيدا ال-H2O وبوند مع ال-H2O التاني فبنجي منقول 2-H ووحدة أكسجين يعني H2O هلا لما بتكن تعرفوا شو هي type of bond هوني مثلا البوند مننا double ليه؟ لأنه انت بتشوف type of bond بين بس 2 atom بين هيدا الأتم وهيدا الأتم هي single وبين هيدا الأتم وهيدا الأتم هي another single فهوني ما عندي double ال-double بدي يكون هيك شكل وبدي يكون بين نفس الأتم لحتى يكون double بس إذا different atom مش إنه different atom يعني 1 hydrogen 1 chlorine حتى لو 2 hydrogen بس هايدي أتم لحالة وهيدي أتم تانية فهوني بيكون عنا two single covalent bond بينما هوني بيكون عنا double covalent bond هعطي إجزامبل تاني إذا نحنا عنا مثلا N2 ال-N2 هي عبارة عن triple bond لأنه بس بين 2 atom وهوني عنا l'ampere وهوني عنا l'ampere بس إذا جينا حكينا عن NH3 NH3 عم تعمل مع 3 different atom وإنت لحتى تشوف عفا type للbond بدك تشوف بين 2 atom هوني triple هوني مش triple بال-NH3 بال-N2 triple بس بال-NH3 هي 3 single لأنه إنت بتشوف بين أول N و H هي single بين تاني N و H هي single وبين تالت N و H هي single فبيكون عنا 3 single bond هلا إذا جينا حناخد إجزامبل بعد إذا كان عندي مثلا لنفترض H-C-N H-C-N بين C وال-N triple بين C وال-H single بس إذا كان عندي C معلق إعليه 4H بدك تشوف بين كل 2 atom هي single ولا double ولا triple بين هيدا C وال-H هي single C وال-H single C وال-H single C وال-H single يعني هون عندي 4 single covalent bond كتير مهم تفرقوا يا شباب وصبايا بين 2 single و double بين 3 single و double أوكي فأنتو دايما لحتى تعرفوا type of bond بتكون شوفوا بين بس 2 atom هؤل 2 atom شو عاملين هعطيكن example بسيط إذا عندكن إنتو شخص هيدا الشخص عنده ايدتان صاح وهيدا الشخص شو هيعمل حيمسك شخص تاني أوكي إذا مسكتك بس بإيدك هيدا single إذا مسكنا اليدتان هيدا double إذا مسكنا اليدتان وإجر هيدا triple بينما إذا كان في عندي شخص لنفترد by هيدا by ماسك بإيد شخص ابنه يعني لنفترد وبإيد ماسك شخص تاني بهالحالة شو بيكون بيكون اتنين single اتنين انت بتشوف الارتباط بين by والابن هي single والارتباط بين by والابن هي single مع بعض هن اتنين single لأنه بين different إخوة بينما هون لأ هيدا double وإذا كانت مع الإجرام بتصير triple فإنتوا دايما بتشوفوا البند هي بين اتنين أتم ما بشوف أنا total 3 أتم لأ بشوف بين by والابن الأول والبي والابن الثاني نفس الخبرية بالأتم أوكي يعطيكم العافية ترجمة نانسي